يعني ما نشوف تسلسل واضح بالكتاب المقدس سفر التكوين سفر البدايات من بداية الخليقة ولكل شيء بداية الخطيئة إلى سفر الرؤية بيتكلم عن النهاية سفر النهايات فإذا كل الكتاب محوره هو شخص واحد يسوع المسيح المخلص اللي بيحل مشكلة انفصلنا على الله في السقوط آدم محوّق في أصحاح ثلاثة في سفر التكوين اللي عاوزة أقوله دكتور ناجي أن الفداء في سفر التكوين كانت مبادرة إلهية أن الله اللي أخذ زمام الأمر هو اللي ذبح حيوان مثل ما ذكرت وألبسهما أقمسة من جلد ونفس الشيء مجيء المسيح سر التجسد مجيء المسيح إلى العالم كمان كانت مبادرة إلهية أن الإنسان عجز عن تخليص نفسه وهذه الطريقة اللي اختارها أن يكون أضحية ذبيحة فدية من أجل الكاثرين حتى يفدينا ويخلصنا من الخطي بالضبط مشروع الفداء هو مشروع إلهي مش مشروع إنساني مش إحنا فكرنا وقلنا طيب ما نعمل كده في ناس بقى بتسأل طيب قبل مجيء المسيح الناس اللي عاشت من آدم إلى مجيء المسيح طيب إزاي خلصوا بيخلصوا بأنه بيقدموا بيقدموا ذبيحة ترمز إلى الفادي نعم بالإيمان بالإيمان بالضبط لكن عليهم سفك الدم لأنه نفس الإنسان هي في الدم لذلك أعطيتوه على المسبح للتكفير عن خطاياكم زي ما بنقرف سفر اللويين فالإنسان من أول سقوط آدم لحد المسيح كان بيقدم ذبيحة دموية بعد ما جي المسيح مش محتاجين نقدم الزبيحة الدموية وبنبص المسيح بالإيمان وبنخلص فالمسيح هو المركز زي ما حضرتك قلت في العهد الأديم بيبصوله كالمسيح القادم وإحنا بنبصله كالمسيح الذي أتى لكن الأساس هو فداء المسيح الأول كانت الصورة دلوقتي إحنا بنتعامل مع الحقيقة فما نحتاج للصورة مرة تانية موسيقى